صوب ملعب البصرة الدولي تجاهت بوصلة العراقيين وحضر من استطاع الحضور لمؤزرة كتيبة الأسود في لقائها الأول بالأحمر العماني ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم أسود الرافدين أظهروا في آخر وحدة تدريبية لهم جهوزية تامة ومعنويات عالية فضلا عن استعدادات الفنية والبدنية والهجستية التشجيع منذ الدقيقة الأولى من المباراة كان مطلب الإسباني خيسوس كاساس قائد منتخبنا الوطني فهو يدرك أن معنويات اللاعبين ستبقى مرتفعة بفضل هتافات المشجعين حتى إن ارتكبوا بعض الأخطاء تصنيف الدولي ارتفع أدوات اللاعبين متوفرة بشقيها الدفاعي والهجومي لذلك نتمنى أن يكون يوم الخميس هو نقطة الانطلاق نحو المونديال المقبل بتحقيق أول ثلاثة نقاط في هذا المشوار الصعب قبل انطلاق المباراة حشود قفيرة توافدت على الملعب الذي يتسع لنحو 65 ألف متفرج ما دفع الاتحاد العراقي لكرة القدم إلى افتتاح البوابات قبل بدء المواجهة بخمس ساعات لضمان الدخول بانسيابية وتلاف الزحامات والتدافع نعاول على جمهورنا وعلى أرضنا وعلى كتيبة كأساس في تحقيق نتيجة إيجابية تيقب سمعتنا كبلد مضيف للمباراة وتكون حافظ معنوي لتقديم مباراة جيدة أخرى ما في كويت العراق وعمان جمعتهما 27 مباراة في بطولات عربية وقارية تخللتها انتصارات وتعادلات وهزائم إذ فازت أسود الرافدين بـ 11 مواجهة ومثلها خلصت إلى التعادل فيما فازت عمان في خمس لقاءة فقط يلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثانية لتصفيات المؤهلة للمونديا لـ 2026 إلى جانب عمان وكوريا الجنوبية وفلسطين والأردن والكويت وهو على موعد مع المنتخب الكويتي في أرض الأخير في العاشر من أيلول الحالي ثم يستريح شهرا قبل مواجهة فلسطين في العاشر من تشرين الأول المقبل وبعدها كوريا الجنوبية في الخامس عشر من الشهر ذاته ليختتم مباريات الذهاب أمام الأردن في الرابع عشر من تشرين الثاني المقبل